سنشرح في هذا الدرس إن شاء الله تعالى التفريق بين صوتين من أصوات العربية هما الضاد والضاء ونشرح الفرق بينهما نظرا لما بينهما من تشابه وسيكون شرح الفرق بينهما من ثلاثة محاور سنشرح الفرق بينهما من حيث المخرج والفرق بينهما من حيث الصفات والفرق بينهما من حيث الكتابة سنفرق بين الصوتين من أصوات العربية هما الضاد والضاء وسيكون التفريق بينهما من حيث المخرج ومن حيث الصفات ومن حيث الكتابة وسنبدأ الآن بالعنصر الأول وهو التفريق بينهما من حيث المخرج في هذه الصورة لمخارج الحروف وهو تجسيد للحلق الحنجرة والفم والشفتين سنشرح إن شاء الله تعالى مخرج حرف الضاد ومخرج حرف الضاء مخرج حرف الضاد هو إحدى حافتين اللسان والمقصود بالحافتين الجانبين إما الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر الذي يقابله فالحرف الضاد يخرج من حافة اللسان من جانب اللسان كاملا عن طريق التصاقه بما يلي الأضراس العليا هنا لذلك لا بد أن تنحرف اللسان إما إلى أقصى اليمين وإما إلى أقصى اليسار وتلتصق بأعلى الأضراس العليا من أجل النطق بهذا الحرف فيقال إظ إظ ولك أن تخرجها من أقصى اليمين أو من أقصى اليسار وقد كان عمر بالخطاب رضي الله عنه يخرج حرف الضاد من أي شدقيه شاء أما مخرج حرف الضاد فإنه طرف اللسان إذن نحن قلنا هنا حافة اللسان بمعنى جانب اللسان أما هنا فطرف اللسان نعني به أول اللسان هنا أو رأس اللسان من جهة الشفتين ورأس اللسان يرتفع ليتصل بأطراف الثنايا العليا أطراف الثنايا العليا لذلك يمكن رؤية رأس اللسان عند النطق بالضاء لذلك نقول الآن ظافر ظلام فتخرج اللسان ويلتصق طرف اللسان بأطراف الثنايا العليا لإخراج حرف الضاد أما حرف الضاد كما قلت لكم قبل قليل فإنه يخرج من حافة اللسان أي من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر منه كان هذا هو التفريق بينهما من حيث المخرج العنصر الثاني في التفريق بين هذين الصوتين هو التفريق بينهما من حيث الصفات والحقيقة أن حرف الضاد والضاء يشتركان في خمس صفات هذه الصفات الخمس المشتركة هي الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات لذلك عندنا حرف الضاد وحرف الضاء حرف الضاء له خمس صفات وهي هذه الصفات التي ذكرناها قبل قليل الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات إذن هذه الصفات الخمس هي كل مكونات حرف الض في حين أن حرف الضاد له ست صفات هذه الصفات الخمس وصفة زائدة سنتعرف عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى ولكن قبل ذلك نريد أن نعرف معنى هذه الصفات تعريفا سريعا المراد بصفة الجهر هو ظهور الحرف دون أن ينطلق معه النفس والهواء بشكل ملحوظ لذلك إذا قلنا إذ أو إذ ووضعنا اليد أمام الفم فإنا لا نشعر بخروج الهواء معهما في حين أني لو أخرجت حرف مثل حرف الفاء وقلت إث أو إث وأرجو عمل هذه التجربة أقصد بهذه التجربة لنشاهد في المشهد السابق عند النطق بحرف الضاد والضاء فإن الهواء لا يتدفق مع الشفتين بمعنى أنك لو وضعت يدك هنا في مقابل فمك ونطقت بحرف الضاد فقلت إذ أو بحرف الضاء فقلت إذ فإن الهواء لا يتدفق إلى الخارج في حين أنك إذا نطقت بحرف الفاء مثلا أو حرف الثاء فقلت إث أو إث فإنك ستلاحظ أن الهواء يتدفق من بين الشفتين وتشعر بذلك في يدك أثناء وضعها أمام فمك وهذا هو الذي جعلنا نصف حرفي الضاد والضاء بالجهر وبالرخاوة أيضا وبالرخاوة أيضا لأن انحباس الهواء عند النطق بهذين الصوتين يكون انحباسا ناقصا بمعنى أنه لا ينحبس خروج الهواء تماما ولكن خروج الهواء يكون في غاية الضعف بالنسبة إلى صفة الاستعلاء هو أن اللسان تعلو عند النطق بهذين الحرفين والإطباق يعني أن اللسان تنطبط إلى مع الحنك الأعلى أو على الحنك الأعلى عند النطق بهذين الصوتين وبالنسبة إلى الإصمات فإن المراد به الثقل المراد به الثقل لأن هذه الأحرف ليست من الأحرف الشفوية التي تخرج من الشفتين أو من ما جاورهما من اللسان دون التصاق بالثنايا العليا الصفة السادسة كما ذكرنا قبل قليل هناك خمس صفات مشتركة وهذه الصفات موجودة في حرف الضاد وموجودة في حرف الضاد إلا أن عندنا صفة سادسة ينفرد بها حرف الضاد وهي صفة الاستطالة صفة الاستطالة ومرادنا بالاستطالة كما ذكرنا قبل قليل هو أن مخرج هذا الحرف طويل استطالة هنا في حافة اللسان كاملة من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى لذلك قلنا الاستطالة صفة للضاد دون الضاء وهي الفرق الوحيد بينهما في الصفات ومعنى الاستطالة أن يمتد صوت الضاد عند النطق بها في حافة اللسان كلها من هنا إلى هنا فيظهر خروج الهواء بعد ضغط حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا بمعنى أن اللسان تنحرف إلى جهة اليسار أو تنحرف إلى جهة اليمين وهذا هو معنى الاستطالة وهي الصفة الفارقة بين هذين الصوتين إذن عرفنا الآن الفرق بين هذين الصوتين من حيث المخرج وعرفنا الفرق بينهما من حيث الصفات وسنتعرف الآن على الفارق الأخير بينهما وهو الفرق بينهما في الكتابة والفرق بينهما في الكتابة هو أن الضاد هي أخت الصاد لذلك قلنا ضاد وصاد لا فرق بينهما في الكتابة إلا وجود النقطة على الضاد وقلنا الضاء أخت الطاء لأنه لا فرق بينهما أيضا إلا وجود النقطة على الضاء وأنا أسمع كثيرا من الطلاب أنهم يفرقون بين هذين الصوتين فيقولون بعصى أو بغير عصى وهذا كلام لا داعي له ويقصدون بالعصى هذه الألف الموضوعة هنا هذا كلام لا داعي له لأن حين نقول ضاء فهي على وزن طاء فيفهم أنها تكتب بهذا الشكل كما أن الطاء تكتب بهذا الشكل وحين نقول ضاد وهي على وزن صاد كما ترون فإنها تكتب بهذا الشكل ولا فرق بين الضاد والصاد إلا في هذه النقطة إذن التفريق بين الضاد وبين الضاء كان من ثلاث جهات من جهة المخرج ومن جهة الصفات ومن جهة الكتابة كان هذا الدرس مخصصا للتفريق بينهما من هذه الحيثيات الثلاث ونلتقي في درس قادم إن شاء الله تعالى